يواصل ستة أسرى ومن بينهم الأسير هبى اللبدي إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإدارية دون توجيه تهمة محددة لهم من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال أهالي الأسرى وجهوا نداءهم وصرخة نجدتهم للعالم لنصرة أبنائهم مخطئ من يعتقد أن إقدام الأسير على خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بهدف تحديد سقفاً زمنياً لاعتقاله الإداري فقط فهي تأتي احتجاجاً على قانون الاعتقال الإداري الجائر وهو سيف مصلط على رقبة كل فرد فلسطيني يمكن أن يكون عرضة له ومن هنا وجب التحرك السريع على المستوى الشعبي والرسمي والقانوني لإنقاذ ستة أسرى مستمرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال وعدم الانتظار لوصولهم لأرقام قياسية في عدد أيام الإضراب في الوقت الذي مضى على إضرابهم أكثر من سبعين يوماً مطلوب أن تتسع رقعة وجبهة المواجهة والمقاومة لهذا القانون إسرائيل تريد أن تحبس إجراءاتها أي معركة يخوضها أسير إن استطاعت أن تكون جدران الزنزانة هي مساحة المعركة هذا مفضل لماذا كانت تحسم الإضرابات في وقت قصير؟ لأنه كنا نوسع رقعة المشاركة هي معركة يجب أن لا تبقى محبوسة داخل جدران المعتقل وإنما يجب أن تكون في كل مكان وكلما دق نقوس الخطر على صحتهم يوماً بعد يوم تدق قلوب ذويهم قلقاً وأرقاً والتي تتخوف فزعاً من سماع خبر سيء قد يصيب أبناءهم خاصةً وأن بعضهم يعانون من أمراض تأكل صحة أجسادهم مضاعفة لألم معركة أمعائهم الخاوية نداء للضمير، نداء لكل حر، نداء للأحرار الذين يؤمنون بالحرية نداء لكل العالم أنقذوا حياة الأسير أحمد عبد الكريم غنام قبل فوات الأوان كل ساعة بل كل دقيقة يمضيها الأسير أحمد في الأسر تقلل من فرص حياته بصحة جيدة وجسم سليم هل تنتظر مصلحة السجون أن يحصل لأحمد غنام ضرر طبي يلازمه في حياته أو يجعله طريح الفراش مدى الحياة أو تريد أن نستقبله شهيداً كنت أود أن أحضر معي ابن شقيق طارق قعدان ولكنه للأسف مقعد كي يحمل الرسالة الحقيقية ليصلها إلى هذا العالم الذي لطالما تغنى بحرية الإنسان وبكرامة الإنسان ولكن بكل أسف هذا العالم صمى الآذان وخرسة الألسن إعلاء صوت الأمعاء الخاوية بحراك فلسطيني ممنهج من شأنه أن يساند انتصار الأسرى المضربين كي لا يكون رهينة إدارة مصلحة السجون التي تعمل على ابتزازهم وعزلهم ومنع الزيارات عنهم والضغط عليهم لفك إضرابهم دون تحقيق أي نتائج تذكر من الأراضي الفلسطينية المحتلة زينة صندوق رؤيا